اشتركوا في القناة القوات الحكومية من جانبها نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على قرى السرمانية وخربة الناقوس والعنكاوي بمنطقة سهل الغاب في ريف حماس شمالي الغربي وبلدة اتقاد بريف حلب الغربي ما خلف أضرارا بمتلكات المدنيين وذلك بعد يوم على قصفها عدة قرى وبلدات بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوب دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية وكان المرصد السوري أكدت ثلاثاء تنفيذ طائرات الحربية الروسية أربع غارات جوية على المنطقة الشمالية من مدينة إدلب حيث سمع دوي انفجارات عنيفة بعد الغارات دون معلومات عن حجم الخسائر هذا التصعيد يتزامن مع ما تعرف بمحادثات أستانا بشأن سوريا بالعاصمة الكزاخية وسط مخاوف لدى السكان بمناطق الشمال السوري من حدوث تسويات أو صفقات جديدة تقود إلى تغيير بخارطة السيطرة على غيرار أي اجتماعات سابقة من هذا القبيل والتي كان المدنيون دائما يدفعون ضريبتها الأكبر هذا وتشهد مناطق وأرياف متعددة في الشمال السوري بشكل مستمر قصفا واستهدافات متبادلة بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة أخرى مخلفين بذلك خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة بممتلكات المدنيين ترجمة نانسي قنقر